شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة سومي تومو إيجبت لإقامة أكبر مصنع للشركة اليابانية على مستوى العالم وذلك لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة وذلك على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان وقبيل التوقيع أعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة لاعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر وذلك من خلال إقامة مصنع جديد وما تستهدفه الشركة من زيادة معدلات تصدير منتجاتها للخارج وتوفير فرص عمل جديدة مؤكدا حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة من أجل إنشاء هذا المصنع ومن أجل تشغيله بما يتماشى مع ما أقرته الحكومة مؤخرا من حوافز جديدة ومن تسهيلات إجرائية للمستثمرين تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الفنية الحديثة إلى مصر ترجمة نانسي قنقر